موسيقى مساء الخير حلقة جديدة من برنامج شتحب ضيفنا اليوم نجم مميز صاحب كم هائل من الأعمال الدراموية والمسرحية خلونا نرحب بضيفنا الفنان النجم راح تعرفوه بعد قليل راح بيك يجمل ترحيب ستاب تفضل موسيقى موسيقى نرحب أجمل ترحيب طبعا هذه كلها جهور ما يعرف من الضيف فقط من صوتك أنت صوتك مميز جوز عرفوك من صوتك لكن للتوضيح أكثر ضيفنا النجم المسرحي والمثل المهم مازن محمد مصطفى وحياك كلها في برنامج شتحب الله يعزك تستاذنا وأخونا تشبيرنا في خربي في دول عمرك الاسم الثلاثي واللقب مازن محمد مصطفى أبو رقيبة مو؟ نعم أبو رقيبة أبو رقيبة شن هاي لقب؟ أبو رقيبة ما هي لقب هو؟ مثل ذبحاوي إبل حلة أو؟ يعني مو عشيرة مو عشيرة يعني لقب هذا شن لقب مهنة؟ لقب وظيفي يعني هسانة فسر الكياء يعني إحنا من الجواسم نعم وفي دول قلبك ونعم قبل تعرف ويتم قحطانيين مو عدنانين هي العرب عدنان وقحطانيين أتصور قحطانيين فإن شاء الله قحطانيين وعدانيين أخوان أولي تالي أخوان قبل حياة البداوية تعرف يعني الأشيرة عندها مقتربات كثيرة فغزو كر وفر ومعرف شنو كذا هاي فشانت شون نقول عليها الأمنيات العشيرة قبل يسموها الرقيب رقيب اللي راقب الرقيب راقب فبيت الرقيب أبو الرقيب كذا فمش المثل هذولا بيت أبو رقيب هذولا بيت الطحان هذولا بيت يعني وهكذا هسي أكو الإرقاباوي أو هيت شي ايه أكو ايه صح التولد يوم شهر سنة 23 أربع ألف وتسعمل وثين وستين بتحس المرة نبلمح البصر ومع بيضاك اليوم ايه ذاك اليوم بحيث الشهر الجاي طلع تقاعد اه أحسن لك لو الآن ايه أحسن لي اه ايه طبعا سبب يعني ما كو فسحة فسحة أمل أن تكون حريصة أن تواصل إفداعك في داخل يعني داخل منظومة إدارية اه ثلاثة أربع أخطأ اه تمام اه مسقط رأسك البصرة جنوب العراق هي العراق لو العراق لا بس شخصية وحدة كان الفضاء العراق لأنه ما يريد يكسر عين العراق على أساس يعني الظاهري الجوار لا قبل كان شسمه الباشنور سعيد كان يقول العراق العراق فسألوه ليش قال هذه عين العراق ما يصير تنكسر يعني مكسورة العراق لازم تبقى مرفوعة العراق في حينية من العرض من العراق ايه طبعا 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 انت من الحلة من الحلة ولادة يعني معيشة معيشة اشقد عمرك لسنوات قلت له ايه 65 جنا ما لاحقت يعني على البصرة ما تذكرون هشي لا احنا يعني ما غايب عن البصرة كثيرا لانه بيدخالتي بالبصرة فباستمرار اه باستمرار اطلت جذوركم من البصرة كعائلة لا جذورنا من السماوة من السماوة يعني الوالد والوالدة من السماوة الكعشيرة من السماوة ايه اهه يعني هم بيتور قيبة من السماوة معروفين جدا اهه بالسماوة هم رايح للسماوة طبعا حلوة أجواءها وتفاصيل يعني أندلها بتفاصيلها أهلنا هناك كلهم و النعم منكم من عمامك بدأت من بابل إلى بغداد شون كانت هذه الرحلة بشكل مختصر؟ بدايت بالابتدائية تعرف كان النشاط المدرسي يعمل أوبريتات و يعمل مسرحيات خاصة في اجتماع الآباء و المعلمين يعني نقدم فعالية مسرحية فمن تصغير و ينطوك جملة تحتيها أمام جمهور و كأنك خليل شوقي دي أدي تحس نفسك كبير يعني كلش فاشتغلت بالصف رابع أوبريت بالسادس أوبريت بالثاني متوسط أوبريت شخصياتنا تشكلت بالنشاط المدرسي كانوا الأساتذين يخافون علينا مثل آباءنا يعني جل تحياتي و احترامي و أنحني لهم يعني بحب عالي جميل هذا العرفان بأساتذتي تعبوا عليكم تعبوا علينا يعني وجهونا رسلان وجهونا شون نختار الكتاب حتى نقرأ نختار الموضوع حتى نقرأ بشكل عشوائي حتى تنظم نظم معيك يعني يعني مثلا مو أنت عمرك مثلا 13 سنة ينطيك نهج البلاغ أقرأ لا مستحيل يعني ينطوك على قدر عمرك وجهونا في ديوم من اليوم قصص روايات كنت أقرأ برواية بالبيت فطب والدي والدي يقرأ يعني نحن دافنيني المكتبة الدينية مع الوالد يمكن تلك مرات دافنية و يشتريها من دين ايه كانت خوف ايه صح ثمانينات يعني نهات سبعينات قبل علموا كتابي يعدمون شخص ايه خصوصا يعني الكتب المنوعة الدينية طبعا يعني فلسفتنا و تصادم نذني لأنه كانت تهمة أمام الصدر الشهيد الأول رحمة الله على روحه يعني كانت تهمة مثلت في العراقية واحد من تلاميذه مثلت فيه فيلم و مثلت شخصيته في فيلم وهذا أنا بالنسبة إليه شرف كبير هذا نجي الموضوع إن شاء الله شخصية تأثرت بها أستاذي المعلم قاد حدثت عنه أنه أهم منجز بمسيرتك مسلسل غرباء اللي هي من كتابة الكاتب أحمد هاتف تأليف أحمد هاتف تحية إلى الكاتب أبو الحسن أحمد هاتف وإلى هشام خالد مبدعين و كنت تيم مهم و كل أصبح نجوم هو القروب هذا لو استمر يعني ما متفكك كان سوى نقلة بالدرامة العقية شعجب ما استمر يعني قسم طلعوا إلى أوروبا يعني منذر طلع إلى أوروبا هشام طلع إلى أوروبا أحمد شرجي طلع إلى أوروبا كمارة بالأدفين طلعت كمارة طلعت آلاء شاكر طلعت تفكر بغينا بس أنا وحيدر أنا وحيدر من أعثر وحيدر خالي تحياتي لهم ما زال حيدر يعني مستمر في المسرع هكو جزء ثاني مثلا هكذا مرة تفكروني تسوي جزء ثاني أو هكذا والله أنا متحدث ويا أبو الحسن بهذا الموضوع عند جزء ثاني هني قريبات من غرباء يعني فيروس قريب من غرباء أم شبابي أذكر مرة قلي قلي يعني عندي جزء ثاني من غرباء بس مو أتقل وأيضا عندي عمل حكاية جامعية دائما يحب هالأشياء الحكاية الجامعة أدى لو أنزل أم جامعة أشياء كلها جامعة وطلاب أستيرية جامعة أبو أشوف الوسط الجامعي يعني غرباء بموصده عرضت بال95 احنا صورناه بال95 لعدل أنا أذكر عشرين سبعة خمسة وتسعين خلصنا واحد وثلاثين ثمانية بسرعة ايه ايه حسنين خلصنا واحد وثلاثين وكان مو هو صح يعني احنا اشتغلنا عشر حلقات بس بالمنتاج صار 12 اه ايه يعني مو تشبير مو ثلاثينات بس ترك ايه في ذي تلك الفترة اتعرف كانت قناة الشباب العالم كل الدور عليها لانا قناة منوعة يعني مو رسمية ما كوا مثل كم ها ايه واجبوا رشوف بعدين يأخذون من القنوات الفضائية ويبثون عندهم فاكوا برامج كانت كلش مهمة يعني برامج كانت تطلع الان بي سيات مهمة كانت يعني يلتقطوها يأخذوها تتقدم خدمة للمواطن فنعرض على غرباء نعرض بوقت ذهبي صح نعرض يبدأ بالعشرة ايه ووقت مو ثروة بالعشرة وشتة لا وشهر الاثنائش ايه بالشتة يعني كانت الظروف مو أتي النجاح ايه كل احنا بالبيت كل احنا بالبيت صح بالعشرة مني يطلع بارده صح بالشهر الاثنائش وعمل بي في حوب وتفاصيل ناس تتميلي لهاي الأشياء هو شوف احنا إذا تلاحظ يعني جيل الشباب هم ولد جامعات صح صح يعني جيل المثقف تقريبا صح فإنت هذي يمكن أول مسلسل يتناول مشاكلهم مشاكلهم الخاصة مرجعياتهم البيتية شلون يتعاملون وآني كنتمحظوظوا بهذا المسلسل لأنه شخصية فاروق تمتلك مواصفات البطل الشعبي صح بطل الشعبي اللي احنا كل شي نحبه سيكون مثل شون أبو جاسم لر وغيره وعنتره صح يعني حب ولد منطقته يدافع عنهم يدافع عنهم صح صح التعرض للمسائلة القانونية يعني صح للمطارد أو يوم بحياتك لن تنساه ولادة ابنتي الوحيدة وراء الله يحفظها يا رب اي بس هالوحدة جدتنا يوم عشرين ثمانية ساعة بالتناعش بالليل حافظ حتى الوقت ايه موتانت كارثة يعني ليس سميته نور نورتكم جدت اسبوعية ها حتى ما يحميها يعني مفاجئة جدت ايه وجدت صغيرة ومو حلوة وخليناها بالخدج وطلعناها على مسؤولياتنا هسا جميلة صارت؟ ام المشرفة مالخدج قلت لي هي كلش حركة عصبية يعني فقلت لي استاذ هاي بنتك تطلع حلوة وشقرة باوعت عليها عذرا للكلمة قلت لها تفلي عليها قلت لي ليش قلت لها طاك بها يا رباك قلت لدي شوفها طبعا شكل قبيح قبيح يعني بسبب انه ما مكتملة شهران بعد ايه ما مكتملة فقلت لي فاكل يكون اذكياء قلت لي خذها هي دكية ان شاء الله الله يحميها يا رب قلت لي خذها وخلي ترضع واندعي لي وصح ودليل تحت مناسي ايه طبعا ايه يعني عذرا الهل انه هاي جملة انت من باو يعني بطرفة وها ايه لا لا محموسا بقلبي انه هذا الشكل القبيح ظن نايم على قلبك بحدي قلبي لا هي اكون مثل يقول لك اللي بنيلها سبع شوفات ايه كانت اول واحدة هاي اول شوفات ايه صدق يا سبحان الله يعني شوف الخبرة يعني بالتعامل مع الاشياء يعني الموظفين ايه ايه صح لا ممرين عليهم قالت لي راح يعني تكبر حلوة وشقرة صدق انت هس اكون مثل اذا شوفوا جزء من اول مشهد تقول هذي يصير شغلتك ايام شغلتك ايه طبعا اكيد احنا مستوناك ستاد مازن لكن بعد ما اروحيشات هذا الفاصل وفقرة اخرى من برنامج شتحب رجعنا لكم بع الفاصل وصلنا الى فقرة شتحب اللي هي اسمي البرنامج استاذ مازن هاي الفقرة بيها ثلاث اظروف اه تختار ضرف منعتهم انت تختار اسئلة صعبة بيهن ترك اه اسئلة موالله سهلات ان شاء الله سهلات هذين تلاثتهم بشيلهم واختار رسم منهم والله هذا احلام اه اشعجب تحب هذا اللون يعني لون السماء ايه فعلا هو ربك كل شيء هات تصلاله لون السماء الخضار ايه هذا اللون محد يعترض عليه يعني ايه يعني حتى الكفيف ام يشعر باللون الازر فعلا لانه لون رباني الله انا برأي مرات اقولهم المبدع يستحق هاي الكلم فقط رب العالمي لان هو المبدع المصور الخالق الفقرة مال شو تحب اول سؤال رح اسألك يا انت اكثر من مثل ادوار الدينية والتاريخية شو تحب تمثل التاريخ ام الشخصيات المعاصرة يعني الممثل لازم يجيد كل الادوار طبعا هاشمتين منها لكن اكو شخصيات قريبة برسلان بس احنا احنا الممثل الجاد شوية صعبة علي الكوميديا الكوميديا يحتاج لها فهلة واشوف المصريين يختلفون يعني تشوفها جاد وتشوفها على المسرح بالاعمال الكوميديا يضحكك صح احنا لا انا ما اميل للكوميديا يعني يعني ما اعرف احتي نقطة يعني اعرف شون ارتب هي مو النقطة هسه مرات اخلب هواي شايف انا يسولف نقطة يذيك يعني تنتهي من الضحك دمع من الضحك لكن وقفه قدام كاميرا او مثلا كوميديا الموقف ما يقدر بس انا يعني شخصيتي من الفنانين تناولوني في واحد من البرامج اللي هم لؤي لؤي احمد لؤي احمد سألوه قلو له منه تحب المثل وياك يعني ساندك فقالهم اللي احس اكثر واحد يعني ساندني ويرفع لي بالمسرح الكوميديا ما زل نحن المصدر يعني سنيد نقول بالكوميديا سنيد جيد جواد المدهش سأله ليس على الكوميديا بشكل عام يعني من المثل اللي تحب تشتغله اياه او متأثر بي قالهم مازل محمد مصطفى يعني نقول ترفع زين تطباصات زيني الحمد الله لاعب كرة قدم لو ملاعب ايه لا هم وسط هم وسط لا رأس حربة كلش تقول له تضيع اقوّر اه رجلك حلو على القول انا ما اخذ ما اخذ ثلاث يام ثلاث يام اجازة من ايام الجيش ايه الامر شاب القول ما انتقلم بطو ثلاث يام بوق الدورية اخبار زينة هاي محظوظ لان هو المهاجم يحتاج حظ رجلي حلو على القول ايه بعض الاحيان بال يعني كرة تتحول لي قريب من منطقة الجزاء لازم اقوّل اتقوّل ايه اتقوّل اكثر ما تضيع المهاجم لازم يضيع بس يقوّل رجل لك حلو على القول محظوظ زين بالحياة محظوظ مبكر مرة واحدة ايش وقت او مرتين ايش وقت المرة الاولى في مسلسل غرباء يعني وهذه يعني ضربة حظ كلش كانت كبيرة لانه تعرف انت كان يعني الانتاج مقتصر على تلفزيون العراق ومخرجينه مو من النوع اللي يجازب بشخصيات جديدة يعني نادراً عندنا يقول ليش يجب لو واحد يتعبني واحد وهذا خطأ طبعاً لانه انت يعني يعني لازم تقدم شي مخالف الحد لا وإلا ما صيرتنا وإلا ما صيرتنا فعلاً لازم تقدم شي مخالف يعني أنا سألوني ليش اسماء ابنائك معرفة بالأيل قلت له شون تختلف يعني شون تختلف لازم تختلف عن الآخرين صح صح فعرفتهم بالأيل عندي الأمير والأثير والغدير آه الله يحميهم يا رب ونور نور بس واحد أي نور واحد نورتك نورتك وحسام يعني سميته والد تانيش انت ريد المنير آه قلت لي لا وتعرف زوجة ثانية آه قالتاني ما أعرف بالأيل فسمتها حسام الدين آه الله يحميهم يا رب في دول قلبك آه كنت ترغب في استلام منصب المسرح العراقي ولكن البعض يقول لم تجرى لم تجرى أي تعديلات عند استلامك شي تحب ترد على هذا القول لا آني يعني نستلمت إدارة المسارح يعني من أجل الدكتور رحمد حسن موسى تحياتي إلي آه كان المنهاج مالتنا حافل بس صادفت يعني ظرف يعني سياسي مطبيعي ظرف اجتماعي مطبيعي يعني جتنا التظاهرات اللي استمرت لمدة سنة يعني شلت شلت الحركة تقريبا صح يعني في هذه المنطقة تعديدا عن باب الشرج السعدون فعلا 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 يعني الظروف ما كانت بس سوينا مثلا يعني احنا غاني مؤمن أنه الثقافة لا يمكن أن تقتصر على بغداد الثقافة عراقية بشكل عام طبعا فاخترحت ليالي المحافظات حلو جميل فسوينا ليلة بابل وكانت بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي جميل فاستضفناهم في ليلة الليلة تتضمن يعني تتضمن تراث المدينة شغل المدينة يعني بيها مسرح بيها موسيقى جميل بيها معرض صورة فوتوغرافية ربما جميل إذا صح معرض تشكيلي لأنه إحنا مختصاص فالمعرض التشكيلي خافت تعترض علي دوائر الوزارة اللي خصاصها صح صح تشكيلي يعني بس التصوير الفوتوغرافي لا يعني ممكن يكون اختصاصنا يعني مهم وسويت ليلة البصرة وكانت من يعني أرقى ليلتين يعني زاوجنا ما بين التراث والحداثة الشباب قدموا مسرحية مهمة جدا مهم كانوا وسويت ليلة صلاح الدين يعني كانت باب الوسط بصرة جنوب صلاح الدين يعني المثلث السني خلي نقول عليه يعني كان المفروض وراها لأولا التظاهرات وغيرها يعني كان المفروض بعدها تجي الديوانية والتجي الرمادي وتجي العمارة أو الناصرية حلو يعني قسمنا هالشكل المنهاج سويت أيضا ندوات فكرية سوينا من عندها أعتقد ثلاث ندوات فكرية كانت يعني نطرح موضوع بعدة محاور نتكلم في أساتذة يعني من الأكاديميين يبحثون في هذه المواضيع بالإضافة إلى طبعا شغل المسرحي كان يعني مو ضعيف بس بقيت لك هذه التفاصيل وراها اجتنا كورونا انتهت دوام هي بعد اجتت ايه انتهت دوام وراك كورونا يعني الظروف الظروف بس اللي يعني بشهادة يعني موظفي الدائرة يعني انا مو من النوع اللي عندما اتصدى الى منصب انظر الى الجميع بمسافة واحدة جميل يعني حتى اللي مختل اللي كاتل ابوي انظر له بمسافة واحدة خلص انت صرت صرت بالمسئولية ايه صح لازم تشتغل ضمن المسئولية المناطة بيك ما تجيب العقد ايه ما تجيب العقد كلهم تتركهم بباب البيت تنزعهم نذبهم صح وتجي تتعامل تتعامل مع جميع فلذلك كانت فترة يعني أنا فترتين صرت مدير مسارح وراها قدمت عفاء يعني صار عندي ظرف درامي في بيروت وكذا وهاي والدكتور احمد حسن موسى رجعني مرة اخرى ايضا قدمت ندوات فكرية وقدمنا منهاج ممتاز جدا بس ظاهر الوزارة يعني هي عاجبها ما تريد تشتغل فلذلك خنقى ودائرة السينما والمسرح جدا يعني حتى دا يسمعني الوزير خلي يسمعني دا يريد يزعل خلي يزعل حلو جميل قدمت الكثير ونعمال الحشد الشعبي شي تحب العمل مع الحشد ام تحب الحشد نفسه انا بولا نحب الحشد نفسه لانه اعتقد انه ليش تحب الحشد الحشد يعني تروح مو كفنانه فكرة مو رسمية فكرة الحشد يعني فتوى انطلقت من السيدة السستانة رضا الله عليه والناس حبتها المناطق اللي كانت محتلة المناطق الغربية صح مو؟ يجي ابن البصرة وابن الناصري وابن العمارة وابن السماء وابن الديوانية وابن كربلة ونجف والحلة وديالة كلهم ساهموا في تحرير هذه المناطق لسبب واحد أنها مناطق عراقية بغض النظر عن انتماءها المذهبي صح لذلك يعني أكو أيضا يعني يعني الآن في مديرية الإعلام أكو ناس من أبنائنا من أخواننا الصناع صح فعلا فعلا ولذلك كان مديرية الإعلام يعتبروني ابن الحشد ما يعتبروني ابن وزارة الثقابة تحية للحاج مهند العقابي ومهند السيئة جدا كل قائمين تحية كبيرة لهم فعلا أغلب يعني بالمديرية هو يشوف من أخواننا يعني أنفسنا اللي مثل ما أطلق عليهم السيد السستاني المام السستاني أنفسنا وهذا حقيقة يعني هذا يحشوف العراق الحقيقي يؤمن بهذه القضية أما العراقي المو حقيقي ما يؤمن بهذه القضية فعلا فعلا أنا مرة استضافت أيضا شخص بالحجد الشعبي مدير الدارة المركزية سيد السلطان قال يعني إذا أقول لك الرقم إيش قد من أنفسنا من أخواننا السنة بالحجد الشعبي يجوز قولي بالغ لا بأس ولكن الإعلام ما يضطرق لهذه الأمور قال آلاف مؤلفة أي طبعا بالحجد الشعبي طبعا قلت لك يعني الانتماء للحشد هو انتماء للعراق صح بشكل حقيقي يعني صح بلا مغالهات وبلا يعني شيء بدون يقولون عني خلي يقولون بس نحن يعني أيضا لا نبخص حق الصنوف الأخرى يعني وزارة الدفاع كل قواتنا الأمنية قبلات على جبينهم الطاهر ساهموا في تحرير مناطقنا اللي تصبتها عصابة داعش كم تقولها الحجد الشعبي؟ الحجد الشعبي سوى مكانه للتراب العراقي صح نتمنى أن يحافظ عليها يا رب شخصية تمنيت تمثلها الله وما مثلتها يعني بغض النظر عن يعني سواء تاريخي أو أنت كل شيء آني كل شيء معجب بشخصية عمر بن عبد العزيز مهو يعني كثيرا ما تستوقفني هذه الشخصية هو رغم أموي عمد عبد العبد المحنون مهو؟ بس مختلف لكن هو كان معتدل هو بس معتدل أكثر من معتدل هو يعني رجع كل الاختصابات اللي اختصبوها الأمويين لآل البيت حتى الأمويين شوفوا الحقد الدفين وعقدة النقص من العوين قال العباسيين أكثر حقد صح لكن الأمويين كانوا يحسون بنقص هو هذا عقدة النقص عند العباسي والأمويين عقدة النقص من العلوي للعلوي هو صاحب الأحقية بالملك يعني هي قضية قالوا لا يمكن أن تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد صح صح فهي عقدة النقص اللي خلت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سبعين سنة يساب على المنبر هو أميره من؟ شمس خليه يسابه يتغير شي ما يتغير شي لكن هو اللي أوقف يعني أموي لكن أمر بإيقاف يعني المنبر هو المنبر هو يعني منه هو بسيف على ابن أبي طالب صار المنبر والإسلام وانسب عليه ترى هي مفارقة عجيباً يعني أنا من خلال قراءاتي سيد رسلان يعني أقول هناك قوتين دفعها الله للوجود قوة الله الحكيمة اللي هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صح وقوة الله الجبارة اللي هي علي بن أبي طالب سلام الله علي سلام الله علي هي حتى بواقعة الدار اللي نظرت آية بيها يعني هي خير دليل أنه الإمام علي هو أحق بالخلافة وهو وصي رسول الله من خلال وقعة الدار هو وصي يعني هم يعترفون بيها بس يعني بعض الأحيان أكو أسطر من يقروها يغمضون حتى يعبروها تأخذهم العزة باليثم وعلي شنو العزة باليثم شو رجال مولود بالجزيرة ويومهم صح مولود بمكة مولود بالكعبة وعلى ابن أبي طالب هم حاولون يعني حاولون يخلوا اللولة حتى بأب طالب هذا الشخص الهمام هذا الشاعر هذا عم رسول الله الموحد عندي للفكاهة ديوم صارت مسابقة في السعودية للشعر العمودي واحد من شعرانه كاتب قصيدة في حق على ابن أبي طالب عليه السلام فرفضوها فاتصل بهم قالهم ليش رفضتوها قالوا لهم يعني ربما شبهها طائفية قالهم يا بحر ابن أبي طالب سعودي لهو مو سعودي حجازي او حجازي ايه فقبلوها على هاي قبلوها صح صح هو حجازي ليش انا ابن مكة ومنا سعودي العبد عليه السلام هي هاي العقدة حتى من أبي طالب مثل من قول أبي طالب اللي يحمي رسول الله مو بتشعالي رسول الله أعظم من هاي المنزلة مو همزل بقبرة هاو 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 البعض يرى مازل مازل محمد مصطفى عبارة عن شخصية هادئة وشخصية انفعالية هاي برج الجوزاء بس برج الجوزاء عده شخصيتين لا أنا برج الثور برج الثور هم قريب عد سادس هستخلي شوية صور مغرورة نحن العظماء كلنا مولودين بالثور هاو ونحن جوزان بيع صميط لا 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 هو كل يعني كل لا كل برج كل برج بي تؤمن بالأبراج بناسك كثيرا يعني هاو كثيرا أنا ما حب هاي الفقافة شو وقت تكون هادئ وشو الأشياء اللي زعجك طالعك من طورك مثل ما يقولون اللي طلعني من طوري هو أنه يعني شخص تحسن لي ويسيئ لك بس من يعني من أكتشف هذه القضية بتدليل هذا الشيب أقصة أميرك علي وأميري يقول اتقي شرة من أحسنت إلي أقصة من دماغي ما أفكر بي إطلاقا سوي لك النوس ايه بعد ما أطمئ إطلاقا ما أفكر بي ولا يجي على بالي جميل لذلك يعني أتجاوز أنا يعني ربما أكون شخصية عصبية باستمرار بس عندي لحظات لحظات الهدوء مخيفة شو وقت هاي لحظات الهدوء يعني لا على التعليم يقول لك أحذر الهادئ عندما يفكر بلحظة الغضب والتي تهدئ ايه هاي أحذر الحليم إذا غضب أو ثاني ما عندي قرارات على عجالة جميل هذا همشي يعني القرار اللي أتخذ يعني أتخذها بقناعة تامة أنا أناقشة أنا في اليوم أستاذنا التونسي درسنا بالمعهد قال حلل شخصياتنا يعني سوانا تمرين حلل شخصياتنا قال لماذا أنت من النوع اللي يعني من تواجهك مشكلة تخلي لها عدة حلول وتبدي تفكك هذه الحلول جميل هاي دلالة على الحكمة ايه يعني يعني ما أتخذ قرار سريع أو يعني قرار يخليني أندم بعدين أنا مقتنع في قضية يعني يعني مسيرتي بالحياة لذلك شوف أشياء ثمينة سواء كانت معنوية أو مادية الضيع من عندي ما أهتم تروح من عندي يعني تطلع خارج من أيدي ما أهتم لأنه أنا لا أندم على شيء ذهب أيضا هاي تسقودنا إلى قول أميرو من سلام الله عليه لا تفرح بما أتاك ولا تحزن بما فاتك بما أتك صح مو؟ ماشا علي يعني ايه يعني هما أمتك يعني طبعا سلام الله عليهم شي تحب تقول عن غياب السينما العراقية وتشوف هاي الأعمال السينماية العربية وغيرها السينما العراقية خرسلان هي صناعة يعني ما عادت خوانيات وما عادت بثواب فلان صح أنت يعني يعني كل إحنا شايفين تايتانيك ها تايتانيك يعني صار فين عليهم ملايين دولارات صح ومطلع يعني مطلع أعدال أعدال الإنتاجية ما لتيمكن مرتين أو ثلاثة أنت أصرف صح قدم شي صح يجيك مردود صحيح لذلك إحنا تشوف الآن الخل بالتسويق وين الخلل؟ الآن وخلل بالتسويق الخلل بالاهتمام يعني إحنا طيب يقول لك اهتمام هاي صارت عاصمة الثقافة بغدار صفهم ليارات ساب مازن إيه بغدار عاصمة الثقافة بغدار عاصمة الثقافة مصرفوا مليارات بغدار عاصمة الثقافة يقول لك صرفنا مليارات شو ما سويتوا شي بقى الفنان ما احترام البعض ما أرد أجزم أقول الكل يعني قام يصرف له مئة مليون وخمسين مليون ويخلي تسعمية وخمسين مليون بجيبه حتى ما يخلي مونص فوق النص هذه صح صح لو لا أستاذ يعني صارت بيها بغدار عاصمة الثقافة بيها فساد يعني يقول لك الخلل مو فقط بالحكومة احنا مو دفاعنا على حكومة الحكومة هي من الموات الزفة تنمي لخبيدك لا الحكومة بمشروع بغدار عاصمة الثقافة سويت ميزانية هائلة هائلة يعني موازية لميزانية البلد مو بس احتي وطوها الفنانين احتي لإدارة لا مو الفنانين الأفلام الأفلام قدموهن الفنانين مو قلت لك هم صارت بيها خوانيات وعلاقات وهذا قرائب فلانه وهذا صديق فلانه وهذا ما عرف سينه دخلت بيها الرشوة سخلي زعل من يزعل اي دخلت بيها الرشوة دخل به القوميسيون اطلع لك فيلم الطيني هيلغت حلو وهذه حقيقة يعرفوها كل جديد يعني اللي يسمعني لاني يعرفها كل جديد هذه حقيقة لا يمكن أن يعني تغض النظر عنها لذلك فشل مشروع بغدار عاصمة الثقافة دخل به الفساد الأفلام الطويلة بما يقارب الـ 15 فيلم الزينات من عدن بس ثلاثة وين هسه هنه هسه هسه واحد هسه هسه إليك سؤال هسه تمرات الضوج تكتب على اليوتيوب فيلم من ذنك شاهده السؤال مصرف عليه مليار مليارين فيلم تشوفه يعني يعني يخليك شوفه ذني الأفلام الرصينة اللي تشوفه يخليك يعني بحالة من الذهول إنه ليش إحنا منوصل لهذا المستوى ترى السينما العراقية الآن بيد الشباب والشباب بإمكانياتهم الشخصية دي يشتغلون دي يطلعون أفلام ممتازة دي يطلعون أفلام جريئة دي يطلعون أفلام أيضاً أكو دعم يجيبون دعم وتفعس لا بأس جيد إحنا تنشينو إحنا مشكلتنا إحنا ما فاهمين منظمات المجتمع المدني شنو يعني العالم كله يشتغلون منظمات المجتمع المدني اللي هي إنجي أو مرة سألت والدي الله يرحمه قلت لأ كان من تطلع بيان ما للعيد وكذا وهاي يعطى الدوام الرسمي في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أصلاً رسمية افتهمناها شبه الرسمية شنو ما عرف هاني الطفل صغير فسألت لأ بابا شنو يعني الدوائر شبه الرسمية قال لي بابا هاي النقابات الانتحادات كذا هاي شبه رسمية ما بها دوام يعني يعني مو دوامها من الصبح دوامها العصر صح كلها ولو أنه يعني في الفترة كان يعني وضن النظام الشمولي الكل تطبل للنظام شو تحب سعي صالح لو عادل إمام عادل إمام السبب البطل لا مو البطل عادل زعيم النقطة مال تواعية اي احنا مو مبتدل هي والله حقيقة طيب تحب الزوراء للجوية زورائي زورائي تحب تسمع عريان لو كاظم القاطع ثنيناتهم اه طيب لكل واحد طعم لكل واحد طعم الرحمة والخلود لهذه الجبلين لهذه الاسمين الكبيرين لهم فضل على الشعر الشعبي طبعا أكيد ولا ننسى مضفر النواب أيضا لا مضفر حالة خاصة نشوف مضفر يعني حقيقة هاي يعني بمواصفات السياسي الحقيقي نرجع للرياضة مو المزيف ريالي له برشلوني برشلوني عجب يشجعون الزوراء يشجعون الريال الثاني الزوراء ريالي الأغلب البرشلوني يحبون الجوية حتى في البيت مقسومين قسميا تحبك السلاة لو ميسي طبعا ميسي أنا أتو محبوم أنا مع اللعب الجميل مع اللعب النظيف أنت تشوف شوف أنا أيضا مو ضد الريال يعني 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 ما انقهر مثلا ذاي فوزون على البرشا ما انقهر يعني مو متعصب تشجعي أكل لعب لا ما انقهر متعصب حتى بهاي اللعبات ما للنرد والهذا شنو يعني أكو من يجيق له بالطاولة وما عارف شنو كذان ذني كل هن عدي خالين ولا ضالين حالين حالين متعلمين على مودة الدراما حالو 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 خامي جيب فلذلك ما يعني ما ضوجه وخسرت ثم ما ضوجه أدوات ممثل تعتبرها إيه لا أنت وخسرت بالطاولة شنو يعني مثلا نقص من عمرك بالعكس إذا صنع عصبي ينقص من عمرك صح صح والله صح فأنت استمتع يا أخي الحياة حلوة يعني هاي رسالة للعصبين استرخوا هدئوا استرخين رح نختم هاي الفقرة ما لشي تحب بسؤال أخير بنتك نور شي تحب تقولها وهي هل رح تستمر بالعمل الفني لا نور يعني ما يعجبها كثيرا العمل الفني نور تحب دراستها جميل ومجتزمة أيضا دراستها وأحنا ما تعبناها لذلك أنا أشعر بيها يعني بيها ضعف بدني ما تعبناها هسا أمها قامت تقول لها غسل مماعين تسوي فلان شيء مثل أمها ما عدي شفوف يا أبا هسا رح أروح أجيب لي شفوف ما عدي كذا هاي الحجة ماكو ما للصبيات لازم هسا البنية الأم لازم تعلمها باشرة عبوة من تز العيال والأهل والزوج يريدون يوم دللة بيت أبوت صح لولا سوي دولمة من أرقام أيقوم حلوق أول مرة يعني تتمارس هي القملة شو تحبها أي جوز لا أنت تشعر أنها طيبة كل الش العراقين كلهم يحبون دولمة أنا لا أحبها مو تحب الدولمة شو تحب نور من تشعر يلا تشعر أن كل ش طيبة لا، كل شي طيبة صدق كل شي طيبة يعني أنا طبخها نفسي طيبة طبخها بالمناسبة أنا خشططيبة أيضا نعم طبخ 6 عيون أقوى طبخة أنا سوي كبسة حلو أخبار زينا هان أنا معلم نسواني اثنين الطبخ أنت معلم هن هاي هاي زينا هاي السفر علمك لو لا الأقسام الداخلية أنا أراقب يعني أشوف الحجية شون كانت تطبق الأكل السوي مالح كل شلو لا لا معتدل معتدل لا معتدل أنا علمتهم حتى على الدولمة الدولمة يعني أكلها مو صعبة بس تحضيراتها مملكة يحتاج لها فنيات مملة تحضيراتها مملكة تحضيراتها مملكة فعلا سليق وبصل ايه لازم تخليه بالماء الحار والبصل بالماء الحار وتفرزه وتتحفر الطماطا وتحفر الشجرة تحفر هاي شين هاي جيبونا خنصب استاذ مازن هاي فقرة خلصت عندنا فقرة شنو رأيك لكن بعد ما روح نشاهد هذا الفاصل يجدد ترحيب بيكم حبة المشاهدين وبضيفنا الرائع مازان محمد مصطفى هس وصلنا الى فقرة شنو رأيك اللي هي استعراض صور والأستاذ ينطرأيه من خلال هذا الصور حتى الجمهور يعرفون رأيه بالصور اللي رح تنعرض ويعرفون رأيك نبدأ بقول أول صورة العلم العراقي شي تقول الهابة هم بس رغم أنه يعني تقريبا هذه النسخة من العلم العراقي يعني ويصار عليها تجاوز المشلون يعني الأمريكان تجاوزوا عليها واي مايصح الله صحيح بس يبقى يعني يبقى العلم العراقي رمز الهابة العراقية القيمة العراقية العليا هذه الألوان الثلاثة أو الأربعة اللي موجودة بي هي الألوان الطيف العراقي بشكل عام اللي هو اللون الدموي اللون الحزن اللون الفرح اللون الخضاء الله أكبر دارة سينو المسرح لا هذا منتدى المسرح منتدى المسرح مصنع يعني طلعه من تحت عبائته الكثير من المخرجين المهمين الآن يعني كاظم نصار طلعه من عنده وأساتذتنا الكبار عملوا في هذا بس مو بهذه البناية تحديدا يعني كان عندك تجارة مهمة به أول ما تأسس المنتدى بالطابق الرابع في دائرة سينو المسرح بعدين انتقل إلى بيت بالسينك قريب من هذا البيت اللي هسابه السينما المستقلة ما الأخ محمد دراجي هاي المجموعة ما السينما وهذا البيت حديثا يعني بعد هو ترمم من جيت فترة ترمم ايه بعد الاحتلال أخذنا الامام السستاني الامام السستاني حكمة تمشي على الأرض نستظل بفيئها رجل الأزمات الصعبة طاغي صدام حسين شل سبب الابتسامة يعني يكفي هذه الصورة ذلا يعني أكد رسالة ربانية بالموضوع شوف طبعا أكيد أكيد لأنه كان راعب الكل يعني كان العراق لا يستطيع أن يتنفس إلا بموافقة الحزب نظام شمولي نظام شمولي قاسي نظام شمولي دموي ماذا تقول على هذه الصورة؟ ايه يكفي ذلا أنه يعني أمريكي مطلع من جحر يبدو أنه الجحر هو مأجر لأنه الجحر يعني ملكفار جنهاء البطولات وعالم النفاخة كانوا عايشين به زئيف دعتك جنة يعني حتى الخوف وما زال الإعلام ما زال الإعلام يصورهم على أنهم أبطال الإعلام الأصفر والقنوات الصفراء طبعا القنوات الصفراء ما زالت توصل رسالة وصورة بدا يام دخلت بنقاش باعتم معايشين أنا عدي أطلقت عليهم لقب خاص بهم عالم النفاخ باعتم معايشين بعالم النفاخ بدا يام دخلت بنقاش ووفد فني مصري مم يعني جمنا على صدام ومدرشين آخر شي يعني تعبت كل شي تعبت تعبت من النقاش وانا فهمهم من شين وآخر شي قلوا لزين بالنهاية صدام وحش قلت لهم قوي الصورة مؤلم وكل ما أشوفها أتعلم مرح عراقية فتشها أو بصورة عامة الاحتلال شو تقول الاحتلال شوف الصورة مرحة يفتشها يعني يعني العراقية حرة أم أكيد حرة بس هي يعني ظاهر قائل المرحة تحديدا يعني ما أخذها الخوف شاردها لذلك مستسلمة يعني على شكل على شكل صليب بس هم لأنه بعدهم قيم بعدهم قيم بعدهم عزة بعدهم كرامة بعدهم شرف هذا يعني عوامل يعني في أمريكا وفي عموم دول الغرب يعني هذا عوامل ثانوية يعني مو مثل الغيرة العراقية صح يعني أنا ساقدامت أدوس على العلم أدوس على المال ما تعني للقضية له عنهم خالي بالجواري بهم ايه ما تعني للقضية ايه فاقد الشيء لا يعطي انتهت فقرة شنو رأيك أجوبتك كانت عميقة ورائعة ننتقل إلى الفقرة الأخيرة اللي هي فقرة انجح وربح لكن بعد هذا الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل ويجي ترحيب بضيفنا العزيز استاذ مازل وصلنا إلى الفقرة الأخيرة اللي هي فقرة انجح وربح خلى أشرح لك هاي الفقرة هاي الفقرة أسينك سؤال وإذا جاوب أضطيك حرف عندنا رمز عراقي اسمه موجود لكن على شكل أحرف كل ما تجاوب على السؤال أضطيك حرف من اسمه السؤال المتجاوب عليه ما أضطيك هذا الحرف بعدين يصير عندك حرفين خمسة حروف حي شيء ستة حروف أنت تجمخن بعدين بالنتيجة qualcون منهم متسلسلات؟ ايه بالنتيجة تحصل على درجة وبنهاية البرنامج نختم ثلاثين خلقة رح تكون منه أعلى تقييم إلى جائزة من البرنامج فنبدأ بأول سؤال ما هما الثقلان القرآن وآل البيت لا بعد الجنة والنار الإنس والجن الإنس والجن صح 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 بس والحديث النبو يقول إني تارك فيكم الثقلان صح كتاب الله وعتربي كتاب الله وعتربي أهل بيتي مو بس يعني رسم قرآني ظاهر اي صح ما زن اللي قدامه قل سؤال الثاني ما أطول سورة قرآنية بالآيات بالآيات الكرسي أطول سورة سورة كاملة البقرة هذا حرف الحاء الدخل كل أراد يطلع لك هسي شعدك ميمحاء ميمحاء متى اندلعت الحرب العالمية الثانية بالتسعة وثلاثين صح صح متأت بالأربعة واربعين بالمناسبة أن داغرة كفاحي الآن أي مع الهتلر يعني أنا للي يحبون يقرون ميمحاء أردق رالي أردق رالي لماذا يجعلني صور ماله على التي شير أنا أعرف أنا بالنسبة لي أعرف أنا 60 سنة عمره أعرف ما أعرف هو طبيب أعرف المعلومات العائلة طبعا الذي يجاوب والفائز أكثر نقاط سنعاد استضافته بالحلقة الأخيرة إن شاء الله مختمان أنت تكون على هذه الإجابات كم مدينة في العالم تحمل اسم الإسكندرية؟ أعتقد ثلاثة لا رقم كبير كلش أكثر من ثلاثة أكثر عبر الثلاثين لا أعرف أنا أعرف منعتهم بس بالمناسبة أعرف منعتهم بس ثنين لأن الإسكندر مقدوني كان وين ما يذهب إحتى المدينة يكون على اسمه أنا أعرف من الثلاثين رح نطيك رقم أربعة وش تخلي بصفة وعشرين قلت لك عبر الثلاثين عبر الثلاثين أربعة وثلاثين لا بعد أربعة وخمسين أربعة واربعين أربعة واربعين صح هذا الحرف صار عندك ميم دال محمد محمد الله يرحم إن شاء الله حيوان حيوان ليس له جهاز صوتي ما عنده حبال صوتية ما أعرف مرقبته طويلة الزرافة أي صح هذا حرف من الباق يعني بهذا العياط مالها من يجم عليها الأسد كل حلويات كم كان عدد الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره؟ صح الجمهوريات أو الجمهوريات الجمهوريات لا الجمهوريات الجمهوريات صح الجمهوريات صح يعني ما عندي رقم بس يعني بالثلاثينات تقريبا لا أقل أقل أقل؟ نعم حسنا نعبر منطك هذا الحرف الوراء ما آسمة ليبيا طرابلس صح لا جيت أغشيشك والله باكة جيت أغشيشك 18 21 ها 15 والله أرتكوله 15 والله قلت قليلات يا أخي عدد سوفيتي سدوس مساحت العالم 15 جمهوريات وأمريكا بالعكس بماذا أهلك الله قوم نوح عليهم السلام؟ بالطفان صح لا هل تردتني؟ هل تردتني؟ لا أردتني سأخبرك سؤال مني عندها السهل المسلسل الكواسر المسلسل السوري كان من بطولة المثل منه؟ دقيقه أسر بالتسعين غالف ايه ما أذكر هم؟ ما أذكر غشيشة؟ غشيشني هم؟ ولا اسم من عندك يبين عديك ولون لبس نطيك الحرف الورا يبين الاسم خلسينك هل أنت مالتاحت سوفيتي طيتنيها؟ هم؟ الحرف مالتاحت سوفيتي طيتنيها؟ لا أرى مالتاحتك يا هم؟ 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 مفكر محمد باقر لو الحكيم لو صدر واحد اختار فلسفتنا و اقتصادنا محمد باقر صدر أنا مثل شخصية ماذا settino هم؟ تتحدثama هيслед جوجدت iPhone متل شخصية けどêtب learned before ذكرت أكبر بالمناسبة تم الوقت وب Hasina المعرفي هي هذه هي الشخصية المهمة الأخيرة أنتو ميت حل صدام حسين بس يفهمهم قالوا لنا نجحنا هنانا بالعراق قالهم لا يابا ناخذه هنا ونرجع الكياب طائرة وهذا كلمة شرف قال لا هنا يفتح الندورة قال لا وما خلهم وما خلهم حديث قدسي عن رسول الله وهو ما نطق عنه أنه هو إلا وحي نيوحى عليه الصلاة والسلام وعلى ألبيته يعني من يقول النظر إلى وجه العالم عبادة وأن علماء بني أمتي كأنبياء بني إسرائيل بالأفضل يعني أعتبار كأمون بأنبياء إسرائيل يوسف الصديق وغيرهم يعني منزلتهم عظيمة أنا قارع عن هذا أنا قهر مرات أستاذ مازن حقيقة هذا الموضوع الداخلي من أشوف علماء علمائنا يتم الاستهزاء بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات وأشوف التعليقات وأشوف التعليقات مثلا منك وبيك يعني منك وبيك يسيلها يعني هاي شخصيات عظيمة مع الأسف يعني خلل بالانتماء صح عد هذول الناس صح يعني لا استفاد هذا الرجل يعني من الهم إلى السجن إلى الشهادة لكن هي الدنيا بعينهم ترى لا شيء طبعا هي الدنيا لا شيء والدليل على هذا أنه ابنة ترك العملية السياسية برمتها حاليا سفير بلندن يعني سفيرها منصب يعني ما تركها حتى الجمهوري بليش يعني حتى نكون صادقين بالموضوع تدربي سفير مو يعني ما أخذ يعني أرضوا علي رأسي وزراء أنا اللي سمعته وما أخذ أخذ تسعين نقطة أنا قاري يعني قاري كثيرا عن هذا الرجل يعني يعني شوف الغيبة غيبة الإمام الحجعة جل الله فرجه الغيبة الكبرى يعني قضية لا تصدق يعني تبدو صعبة صح فهو مقدم يعني مقدمة بحث للسيد محمد صادق الصدر رضو الله عليه شهيد الثاني شهيد الثاني موسوعة الإمام المهدي التقديم لمحمد باقر الصدر دليل عقلي من الموضوع دليل عقلي وعلمي علمي فعلا صحيح دليل عقلي وعلمي عقليين وعلميين فعلا الموسوعة يعني جدا مهمة شهيد الثاني ورحمة الله على روح على أولاده. عنديني الحمد لله. أخذت تسعين. وتسعين رقم. تسعين من مئة على درجة. الحمد لله. احتمان نستضيفك بالحرقة الأخيرة واني شرف. شاء الله. شاء في دول قلبه. نحن بقيمة السعادة اليوم نستضاف هناك. الله يحصدك رسالة. وكان الحوار ممتعك. يعني قال لولي يعني ما أعرف منه المقدم. لأنه أنا جاي للأيام كثيرا يعني عدة مقدمين ملتقين بي. فتجند أباو على البرنامج الديمقراطية اللي هم تتقدمه على الباب الشرجي. ايه. سح تحدي. فاجأ الأخ المعد شاعر فاضل عباس. تحية إليه. قال لي رسلان مسوي مشكلة ويغانب حبيث. عرفت أنه أنت. أنا أتشرب بيك. شدوه لقلبك. يا حبيبي. الله يحفظك. أنا جدا سعيد. اليوم شوية يعني مو كلش طلعتني من طوري. لأنه أنا من أحشي أقسي. إحنا برنامجنا يعنى بالأشياء مو السطحية عن الضيف. يعني مرد نتعمق بالضيف. حاليا جاي نشوف البرامج الحوارية. يسعى الأسئلة شخصية عميقة. الفنان إلى خصوصيته. إلى تقديره. إلى احترامه. هاي الأسئلة الشخصية إحنا ضدها. فإحنا لا نبحث عن المشاهدات العالية المليونية. في سبيل المتاجر بالضيف. حتى إذا نبحث عليها بطريقة إيجابية. مو نجيب الضيف إحنا نتاجر به. الضيف مقدر ومحترم. وتاريخ كبير. يعني احتمال الآن عمري خمس سنة أو سس سنوات. وأنت تمثل الغرباء بالخمسة وتسعين. فهذا تاريخ كبير. مو يجرس الآن يتنمر عليك ويطالع في سبيل يطالعك من طورك. والله شوفوا ما سويت هذين الأشياء. إحنا ضدتهم. شوفاني هذه البرامج الحوارية. يعني ملتقي بشخصيتين كانت برنامجين مهمة. الأول كان المعد مال تعمران تميمي وهو يقدم أيضاً. تحية إلى هذا المخرج الكبير. هذا الرائع يعني. والبرنامج ثاني. شهادة هاي. يعني أسئلة ممتازة. الفخر المعد الذي أعدل أسئلة. يعني صديقي شاهدت بي مجروحة ساد عبار. أكيد إحنا تحية كبيرة إلى كل الجنود الأوفياء اللي خلف الكواليث ومصورين ومخرج. أرفع لهم القبة. وأنا أصغر واحد بيهم وأنا خادمهم صغير. يلا يفضك. وأحنا أبخدم تاكستاب. فدوى القلب. وشرفتنا وأسعدتنا. الله أنت الشرف وجداً سعيد. فدوى العمر. كلمة أخيرة إذا تفعل. يعني طلعت من المود اللي أنا. سعيدين بي. قاعد بي يعني بعد أن تركت المنصب. وأغلبها يعني. أنت منصبك في قلوب العراقيين. بيتوتي فدوى القلبك. يعني بعد هاي الانتخابات الأخيرة. مع النقابة انتصعدت للمجلس المركزي. فوقتي كلها فيها. حاجة راحة. ايه طبعاً. راحة. طبعاً. وهو يعني. صحيح عندي واحد. هو الاعتزال الناس. راحة. اعتزال الناس. مو بشكل. في هذا الظرف. في هذا الظرف. وإلا أنت. يعني دائماً في حاجة الآخر. في حاجة الناس. صح. مثل ما أنت. يعني تحتاج أن تطور. بس مثل السيارة. من تقترب كلش تدعمها. تبقى تساقل أمور. لا تقترب كلش. ايه. ودعتك هسه. صح. قبل شامت كلش مختلفة. يعني أنا أكبر معكم. منكم أكبر الموجودين الآن في الستوديو. يعني. راح أدخل بالستين بعد. شاء الله العمر كل يا رب. عمر النساء. عام السبعينات. الأكل اللي ما يعجبك بالبيت. تدق باب جيرانكم. والطب. صح. تقول لهم. مش طابخين صبولي. الله. هل سبس تسويها. قل لك حضر عمان. لا. سطبك سيارتك باب جيرانك. شين طابك. شين عمتك. هل. قل لك حضر عمان. ليس لكل البعض. لكن. لو خلية تقلبت. أكيد. أهل الخير موجودين. وجودكم أنتم طيبين. شكرا لك أستاذ. واحتمال تكون ضيفنا بالحلقة الأخيرة. لأن إجاباتك مهمة. وثقافتك جميلة جدا. شكرا لك أستاذ. وشكر موصول أيضا لكم وحباة المشاهدين. ألتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين. في أمان الله.